من العراق الرسالة في أجواء المجالس الحسينية أقرأها عليكم لأنها تتناول موضوعا يراه الكثيرون مهما السائل يقول عندي سؤال حول مجالس الشور هذه المجالس معروفة في الأوساط الشيعية مجالس الشور للذين لا يعرفونها من مشاهدي هذا البرنامج كلمة الشور كلمة فارسية وليست عربية فأصل المجالس هذه وردت إلى العراقي وغير العراقي من المناطق الشيعية وردت من إيران المراد من مجالس الشور هي مجالس الحماس مجالس العاطفة المشتعلة المتهيجة هذا هو المراد من مجالس الشور تنتشر هذه المجالس في العراق في السنوات الأخيرة ومثل ما قلت لكم جاءت للعراق من إيران الكثير من الشباب الحسيني يحبون هذه المجالس لها طريقة معينة في اللطم وفي إظهار حزن أصحاب العزاء هي هذه المجالس التي يسأل أسائل عنها عندي سؤال حول مجالس الشور كثر القول حولها وهي منتشرة الآن في العراق بشكل غير مسبوق والقصائد التي تكون في مجالس الشور بحسب تجربتي والتي يلقيها رواديد معينون ما بين قوسين سيد سلام الحسيني موسى الشغانبي ومحمد باقر الخاقاني نحس فيها بطعم ثقافة الكتاب والعترة قصائد تحث على الشهادة الثالثة وقصائد تحث على حديث أهل البيت وعقائدهم الأصيلة وتربط المؤمن بإمامه وحب مواليه سادة الخلق محمد وآل محمد بالإضافة إلى الجزع الموجود داخل تلك المجالس والدمعة الصادقة التي فيها والتي تكون بدون رياء وبإطفاء الأضواء والجزع بدون حساب أي حسابات للمظاهر والأمور الأخرى هذه المجالس الطوسيون يقولون بحرمتها أو بكونها تسيء إلى آل محمد والسبب برأيهم هو الذكر كلمة حسين التي تكون بهيئة معينة ويقولون إنها إساءة إلى سيد الشهداء وإنها مجالس غلوب وعلى قاعدة الصواب في خلافهم وهذه القاعدة ربما لا يكون استعمالها دقيقا هنا على أي حال وعلى قاعدة الصواب في خلافهم فنحن نقيم تلك المجالس ولا نأبه بهم ولا نأبه بالطوسيين ولكن ما لفت نظري هو أن قناة القمر لا تبث قصيدة من قصائد الشور والذي جعلني أتساءل هل هناك إشكال في تلك المجالس من وجهة نظري دين العترة الطاهرة وفي ضوء حديث أهل البيت عليهم السلام أرجو توضيح الموضوع وخصوصا الحكم الشرعي لتلك المجالس وكذلك العزاءات التي تدخل إلى حرم المعصوم صلوات الله عليه والتي تكون بهيئة معينة على طريقة أهل الشور من تطيين ولطم على الرؤوس وصيحات باسم سيد الشهداء وضجيج وعجيج نتمنى استدلالا من حديث العترة حول الموضوع إلى آخر الرسالة مجالس الشور كبقية المجالس الحسينية لا يوجد فارق فيما بينها وبين سائر الشعائر الحسينية الشعائر الحسينية بكل تفاصيلها نشاط إنساني النشاطات الإنسانية يختلط فيها الصواب والخطأ ويختلط فيها في بعض الأحيان الحق والباطل ولا يكون هذا بقصد سيء لأن الشعائر الحسينية لم ترد نصوص معصومية بتفاصيلها هذا هذا أمر متروك للناس الناس أحرار يعبرون عن عواطفهم يعبرون عن عقائدهم بالطريقة التي يجدونها مناسبة بشرط ألا تصطدم بالأحكام الشرعية الدينية النصوص الشريفة تحدثت عن إظهار الجزع إظهار الجزع لا نستطيع أن نصوره بصورة واحدة الأمر يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن قوم إلى قوم بالإجمال ما نعرفه من الشعائر الحسينية والتي تقام على أرض الواقع في العراق أو في إيران أو في دول الخليج في المناطق الشيعية بشكل عام في كل مكان من العالم حيث يتواجد هناك شيعة الشعائر الحسينية هي نشاطات إنسانية قد يوجد فيها خطأ هنا عيب هناك مخالفة شرعية في بعض الأحيان هذا هو النشاط الإنساني الواجب على الحسينيين أن ينق هذه الشعائر بقدر ما يستطيعون من المخالفات الشرعية إن وجدت من الأخطاء والعيوب الاجتماعية أو الأخلاقية أو الأدبية إن وجدت وإلا فإن الشعائر الحسينية بكل تفاصيلها بما فيها مجالس الشور التي ورد السؤال عنها هي أفضل ما عند الشيعة وإذا فإن شياطين النجف يبحثون عن أي ثغرة وعن أي نقطة ضعف لأجل أن يهاجموا الشعائر الحسينية يجدونها متنفسا لهم لأنهم لا يستطيعون أن يحاربوا الشعائر الحسينية بنحو مباشر هذا يؤثر على مرجعياتهم أتباعهم لا يصدقون أنا لا أحدثكم من فراغ أو من خيالات أنا جزء من هذا الواقع الحوزوي وجزء من هذا الواقع الحسيني وأنا مطلع على الكواليس وما يجري فيها وذول السرابيث أعرفهم وجه قفة خلاصة الكلام مجالس الشور كبقية المجالس الحسينية لكنني أقول لأخوتي لأبنائي الذين يقومون بهذه المجالس إذا كان هناك من خلل فصححوا هذا الخلل كي تقطعوا السنة الطوسيين وإن كانوا لن يسكتوا سيبحثون عن ثغرة أخرى نحن نعرفهم كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية الميت ميتي وأعرفه كلب ابن كلب هذا الميت ميتي وأني أعرفه أعرفه كلب ابن كلب فحاولوا أن تنقوا المجالس إن كان فيها بالنسبة لي شخصيا حضرت بعض هذه المجالس لكنني لا أستطيع أن أقيم كل المجالس لست مطلعا على تفاصيل كل المجالس حضرت بعضها وشاهدت بعضها على الإنترنت إنها مجالس كسائر المجالس الحسينية لا يوجد فيها ما يثير الانتباه ما يثير الانتباه من جهة إثارة الإشكالات الشرعية أما هذا الذي يرددونه من أنهم لا يقولون حسين وإنما يقولون سين سين فهذا الكلام ليس صحيحا بحدود ما طلعت عليه إنهم يسرعون في تلفظ كلمة حسين بحسب الطريقة التي يقيمون عزاءهم فيها هذا العزاء له طريقة معينة هناك سرعة في اللاطم وهناك سرعة في ترديد لفظة حسين في بعض المجالس لا تسمع كلمة النون بسهولة يقولون حسين 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 لكنهم يلفظون النون حسين حسين هم يقولون حسين ولا يقصدون أن يلفظ الكلمة هكذا ولكن السرعة في اللفظ للذي لا يدقق في الاستماع فيسمع أن الكلمة حسين وليس حسين أو أنهم يلفظونها بطريقة أخرى حسين 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 لكثرة ترديدهم لللفظة وبسرعة فكأن حرف الح يغيب لكنني حينما كنت أدقق في الاستماع فإنني أسمعهم يقولون حسين إن كان في المجالس التي حضرتها أو كان في المجالس التي اطلعت عليها وكما قلت إنني لا حضرت كل المجالس ولا شاهدت عبر الإنترنت كل المجالس أيضا لكنني أعتقد أن الأمر هو هو إذا كان هناك من يتلفظ سين سين متقصدا ويقصد بهذا الحسين فهذه إساءة أدبية القطعا لكنني لا أعتقد أن هذا موجود لا أعتقد أن أحدا من الذين يحضرون في مجالس الشور ويشاركون فيها يتلفظ هذه الكلمة سين سين من دون الحاء وهو يقصد بذلك الإمام الحسين إذا كان هذا موجودا هذه إساءة أدبية على أخوتي وأبنائي في هذه المجالس أن يتجنبوا ذلك أن يتجنبوا ذلك فحذف حرف من اسم الإمام المعصوم فيه إساءة أدب إنك تتحدث مع شخص آخر إذا كنت تتحدث مع الحسين فالحسين حاء سين يا أنون أما أن تسرع في اللفظ فلا إشكال في ذلك ولكنك تتلفظ اللفظ الصحيح فلا إشكال في ذلك البعض لا يدقق في الاستماع تلك مشكلته تلك مشكلته وليس عليك من مشكلة المشكلة إذا كنت قاصدا أن تقول حسى من دون النون أن تقول حسى من دون النون أو أن تقول سين من دون الحاء إذا كنت تقطع حرفا من اسم الإمام من أوله أو من آخره فهذه إساءة أدب وفي مجالسه في مجالس عزائل إذا كان هذا الاشتباه وهذا الخطأ موجودا في بعض المجالس عليهم أن يبادروا إلى تنظيف مجالسهم من هذه الأخطاء ومن هذه الاشتباهات وأنا لا أعتقد بوجود هذا أنا لا أعتقد بوجود هذا لكنني لا حضرت كل المجالس ولا شاهدت كل المجالس التي تبث على الشبكة العنكبوتية إلا أن الأمر واضح بسبب كثرة ترديد الإسم وبسبب السرعة فإن المجالس تقام بهذه الطريقة المستمع إذا لم يدقق في الاستماع فإنه إما أن يسمع اسم الإمام بهذه الطريقة حسين من دون نون أو أن يسمع سين من دون حاء المشكلة ليست في المجالس المشكلة في الذين لا يدققون الاستماع وفي الحقيقة المشكلة في الطوسيين أنفسهم الذين يبحثون عن أي عيب في المجالس الحسينية المجالس الحسينية لا تخلو من عيوب إنها نشاطات بشرية الصلاة الواجبة الصلاة الواجبة أصحاب العمائم من الطوسيين الذين تنقل صلواتهم عبر البث المباشر لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة لا يحسنون قراءة صلواتهم وقد عرضت ما عرضت في برامجي من هذا وهذا الأمر ليس خاصا بشخص هذه ظاهرة عامة في أصحاب العمائم لا يحسنون قراءة صلاتهم وأنا لا أتحدث عن مثال أو مثالين عرضتهما عبر شاشة التلفزيون أنا جزء من هذا الواقع أنا جزء من هذا الواقع ما صليت ما صليت منذ صغري وأيام شبابي وراء معمم وكنت أسمع قراءته إلا وكان يخطئ في القراءة لكن ني صليت خلف أئمة جماعة ما كنت أسمع ما يقولون لأن الصلاة كبيرة وكنت أصلي في الصفوف الأخيرة فلا أدري هل كانوا يقرؤون بنحو صحيح أم أنهم لا يقرؤون بنحو صحيح والذي أعتقده من أنهم في الأعم الأغلب لا يقرؤون القراءة الصحيحة فلماذا لا تصححون صلواتكم هذه الصلوات جاءت بنصوص عن المعصومين فلماذا تبترون ذكر علي من هذه الصلوات يا أيها الطوسيون يا أيها الطوسيون لماذا تحاربون الشعائر الحسينية يا أيها الطوسيون لماذا لا تنظف حوزة النجف من ظاهرة اللوات حوزتكم مليانة أفروخ فرخشية وأنتم تعرفون هذا والنجفيون يعرفون هذا وأصحاب العمائم يعرفون هذا لماذا لا تنظفون حوزتكم انشغلوا بتنظيف حوزتكم واتركوا الشعائر الحسينية لأهلها نظفوا الحوزة من اللوات نظفوها من اللوات ونظفوا مكاتبكم من الزنا تحت عنوان زواج المتعة نظفوا مكاتبكم من الزنا حالات زنا ولا ينطبق عليها عنوان المتعة نظفوا مكاتبكم من الزنا أتحدث عن المكاتب في النجف وغير النجف نظفوا مكاتبكم من ظاهرة الزنا ونظفوا حوزتكم من ظاهرة اللوات وطلعوا ذول الفروخ والفرخشية من الحوزة وبعد ذلك عودوا وابحثوا عن الإشكالات التي تجدونها في الشعائر الحسينية نذهب إلى فاصل وكذلك العزاءات التي تدخل إلى حرم المعصوم صلوات الله عليه والتي تكون بهيئة معينة على طريقة أهل الشور من تطيين ولطمن على الرؤوس وصيحات باسم سيد الشهداء وضجيج وعجيج هذه الأمور هي من أساليب التعبير عن الحزن عن إظهار الجزع عن إقامة الشعائر الحسينية قولوا ما شئتم نحن هكذا نقرأ في دعاء الندبة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذا الدعاء مروي مرة عن إمامنا الصادق ومرة عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليهم لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين بعد أن رحل نبينا الأعظم عن هذه الدنيا لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة ألا لحنة الله عليها والأمة مصرة على مقته على مقت رسول الله مقته على عدائه إنه الحسد القاتل الذي قتل أولئك اللعناء في سقيفة بني ساعدة والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي جرى هذا على آل محمد وعلى شيعتهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي ألا تلاحظون البلاغة والإنسياب الأدبي الجميل قارنوا بين هذه البلاغة وبين الهراء الذي كنت أقرأه مكذوبا على جابر الجعفي قبل قليل فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح هذا كله ضمن العجيج صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيارة بعد الخيارة أين أعلام الدين أين السبيل بعد السبيل أين الخيارة بعد الخيارة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية إلى آخر ما يأتي في دعاء الندبة الشريف أن تكون مضامين العزاء مستندة إلى ثقافة العترة الطاهرة يا أيها الحسينيون مرارا مرارا ومرارا أقولها يا أيها الحسيني أعرف ثم أخدم ولا تبالي لا بالطوسيين ولا بغيرهم لكن إذا كانت خدمتك عن غير معرفة ستكون مسخرة ومضحكة للطوسيين السفلة السفهاء ولغيرهم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ عودوا إلى هذه الأدعية وإلى هذه الزيارات وارسموا شعائركم الحسينية وفقا لهذا المنطق نحن بحاجة إلى ضجيج وبحاجة إلى عجيج طينوا أنفسكم ولكن بطريقة لا تجعلون الآخرين يستهزئون بكم طينوا أنفسكم هذا أمر يفعله المحزون المحزونون يفعلون هذا الأمر في الماضي وفي الحاضر ولكن بطريقة لا تجعلوا الطوسيين يستهزئون بكم ويضحكون عليكم إمامنا الصادق في دعائه لزوار الحسين وهو ساجد وكان يبكي الإمام ويدعو وهو يقول اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم على زوار الحسين اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينهم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا نحن بحاجة إلى صراخ وإلى ضجيج وإلى عجيج وإلا فإن الطوسيين وأمثالهم سيقضون علينا سيقضون على الشعائر الحسينية الرؤوس أما عوام الطوسيين لا يعلمون الحقيقة هؤلاء مسخرتهم مسخرتهم لا يعلمون الحقيقة وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر نحن بحاجة إلى صراخ بحاجة إلى ضجيج وعجيج كي نوصل صوت الحسين صلوات الله وسلامه عليه وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا نحن نقرأ في كامل الزيارات وقد قرأت ما قرأت من دعاء إمامنا الصادق لزوار الحسين من كامل الزيارات وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الباب السادس والعشرين إنه الحديث السابع في الصفحة الخامسة والثمانين حديث طويل عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يقول لأبي بصير يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه وهي في عالم الملكوت إن فاطمة لتبكيه وتشهق وتشهق بكاء وشهيق الرواية طويلة إلى أن يقول الصادق لأبي بصير يا أبا بصير أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة فبكيت حين قالها فما قدرت على النطق وما قدر على كلامي من البكاء لأن الإمام يستحضر هذه الصورة يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه وتشهق كيف تنسى شاعر عراقي شيعي يخاطب صاحب الأمر كيف تنسى كيف تنسى شهقة الزهراء يشير إلى هذا المعنى في هذه الرواية كيف تنسى كيف تنسى يا بقية الله كيف تنسى شهقة الزهراء يا ثارا ويا نارا ويا نارا يخاطب إمامه لست تنسى لست تنسى لست تنسى شهقة الزهراء يا ثارا ويا نارا ويا نورا مبين مجالس الحسين نحتاج فيها إلى ضجيج وعجيج وإلا فهناك من سيقوم بخنقها إنهم يحاولون الأحزاب القطبية اللعينة والمرجعيات البترية اللعينة تحاول خنق هذه الشعائر بمختلف الأساليب تحت عنوان رعاية الأحكام الشرعية واللواط موجود في مكاتبهم وفي حوزاتهم اللواط والزنا لماذا لا تنظف حوزاتكم من هذه المظاهر الفاسدة وترك الناس في شعائرهم الحسينية يفعلون ما يريدون هذه هي الدودة التي حدثتكم عنها في حلقات سابقة دودة الأغايون هذه نذهب إلى فاصل أما ما جاء في الرسالة نفسها من أن قناة القمر لا تبث قصيدة من قصائد الشور والله هذه مشكلة لو أننا نستطيع أن لا نبث القصائد الحسينية لفعلنا لكننا لا نمتلك بديلا أكثر القصائد الحسينية حتى التي نبثها أكثر القصائد الحسينية إن لم إن لم يكن الأمر جارياً على كلها أكثر القصائد الحسينية نظمت بطريقة تتعارض مع منهج العترة الطاهرة المشكلة في الشعراء الشعراء يعتمدون على عواطفهم وعلى صور شعرية تتعارض مع عقيدة العترة الطاهرة أو على منظومة معلومات يستندون فيها إلى الثقافة الطوسية لأن الشعراء طوسيون وإلا فإن القصائد التي تبث أتحدث عن موقفي الشخصي منها فإنني لست مقتنعاً بها لكننا لا نجد بديلاً مثل ما نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة مع التحريف الموجود فيها لأن هذا هو المتوفر لدينا وهذا ما هو بغريب على منهج العترة الأئمة التزموا بالتعريخ الهجري المحرف وأمرونا أن نقرأ القرآن بالقراءة المحرفة الواقع يفرض نفسه علينا نحاول أن نتفلت منه بقدر ما نستطيع الذي أتمنى أن الشعراء الحسينيين أن يتعلموا ثقافة العترة وبعد ذلك ينظمون الشعر لكن الموجود على أرض الواقع هناك شعراء يعتبرون أنفسهم من العلماء وهم دماغسيزية لا فهم ولا أعلم وهناك شعراء دلالون يعرضون القصائد هذه القصيدة بخمسين دولار وهذه القصيدة بمئة دولار لما يأتي الرادود يقولون له من أي سعر تريد من القصائد ذات الخمسين دولار أو من القصائد ذات المئة دولار أو من القصائد ذات المئتين دولار أنا لا أحدثكم عن خيال أنا ابن هذا الواقع الحكاية مرة مرة وهؤلاء أنفسهم لا يملكون ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل الأذان النجفي وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث حياكم الله كنت أحدثكم قبل الفاصل عن الشعراء في أجوائنا الحسينية وقلت هناك من الشعراء من يعتبر نفسه عالما علامة وهو دماغسز ما يروح يتعلم وإذا واحد يعلمه ما يتعلم دماغسز أحمار ويشوف نفسه ماك واحد أفهم من عنده هذا موجود في الأجواء الحسينية وهناك من فتحها بسطيا فتحها بسطيا يبيع القصائد كل قصيدة بكذا من الدولارات وهناك من يعبد عجلا من العجول وهناك من ينظم شعرا بحسب ما يمشي أمره أن يكون مقبولا عند فلان وفلان وهكذا وهناك من يجعل نفسه عارفا بمقامات أهل البيت وهو دماغسز أيضا كل شيء ما يفتهم ويقوم يجيبوا يخرط في قصائد الشور أو في غير قصائد الشور أنا أتحدث عن واقع منتشر وعن ظاهرة عامة ولذا نحن مضطرون إلى بث بعض القصائد مع أنني شخصيا لست مقتنعا بها بعض أبياتها جميلة صحيحة ولكن فيها ما فيها من عيوب في أبيات أخرى والسبب كما قلت لكم السبب أن الشعراء يستندون إلى ثقافة طوسية الثقافة الطوسية ثقافة متنافرة ومتعارضة مع الذي يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أعطي دروسا في الشعر هنا لكنني أقول للذين يبحثون عن ثقافة سليمة عودوا إلى برنامج الخاتمة عودوا إلى برنامج الخاتمة وادرسوا دراسة وادرسوا دراسة وادرسوا دراسة مجموعة حلقات أعرف إمامك هذه عقيدة العترة الطاهرة إنها نقية إنها نقية تماما نقاء من قذارات مراجع حوزة النجف وكربلا من المذهب الطوسي اللعين هذه عقيدة العترة الطاهرة مجموعة حلقات أعرف إمامك وبعد ذلك اذهبوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين وبعد ذلك عودوا إلى برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها ادرسوا هذه الحلقات دراسة دقيقة وانظموا الشعر وفقا لهذه الثقافة وحينئذ سترون أن شعركم سيكون بثوب جديد وصورة جديدة إنها ثقافة العترة الطاهرة فليس عندنا من مشكلة مع قصائد مجالس الشور إنما المشكلة مع كل القصائد وما نعرضه لسنا مقتنعين به إنما هي الحاجة والضرورة فليس هناك من بديل عندنا وهذه قناة فضائية لابد أن تكون المواد المعروضة متنوعة وإلا فلماذا نحن نعمل في قناة فضائية إذا لم تكن هناك من مواد متنوعة وهناك أصوات مختلفة حينئذ ستكون هذه القناة جافة إلى أبعد الحدود الضرورة هي التي تدفعنا إلى ذلك لكن إذا ما تغير الشعر الحسيني وفقا لثقافة العترة الطاهرة فإن الحديث يكون بنحو آخر هذا ما يرتبط بالرسالة التي جاءت بخصوص مجالس الشور ترجمة نانسي قنقر